اشتركوا في القناة مثل ما انا اعودكو انه رح تكون من اليوم الخميس لغاية يوم الجمعة 17 الشهر يعني من 9 الشهر لغاية 17 سبعة طبعا المعروف انه انا دائما بذكر في البداية انه اسمع برجك واسمع طالعك فيه اشخاص بقولك ايش طالعي طالعك اللي هو البرج اللي بكون في ساعة ميلادتك بالافق طبعا عشان تعرف طالعك اذا انت ما بتعرف طالعك فيه رابطين او ثلاثي موجودات فيه صندوق الوصف فيهم طريقة الشرح او الاشي كيف تستخدم الموقع وفيه موقع لا استخراج الطالع منه وبرضو فيه برضو للي ما بيعرف الساعة بالدقة او ما بيعرف الوقت برضو فيه منزل رابط انا بشرح لك صفات الطالع بتشوف مين اللي اقرب لالك بتسمع توقعات اليوم بتشوف التأثيرات هل بتنطبق عليك ولا لا ادمج بالتوقعات ما بين توقعاتك اللي انا بحكيها مثلا عن البرج واللي بحكيها عن الطالع لهو البرج الثاني ادمجهم مع بعض عشان تعرف انت ايش التأثيرات اللي عليك اذا انت سمعت توقعات اليومية مثلا وجدت انه برجك هو الغالب بالتوقعات والتوقعات بتنطبق خذ بس برجك لحالوه اذا شفت الطالع هو اللي بنطبق عليك خذ طالعك بس انا دائما بحكي انه خذ لاثنين مع بعض بيكون افضل طبعا الاسبوع هذا في شوية احداث رح نذكرها بتفاصيل وخصوصا لكل برج لما نوصل لعنده ايش التأثيرات اللي بتصير عليه بسبب زوايا رح تكون صعبة طبعا مش بالطريقة اللي خوفوا فيها وارعبوا فيها الناس وفي نفس اللحظة رح نحكي في البداية عشان ناخذها بالتسلسل انه ايش الايام اللي رح يتواجد القمر في البروج خلال هذا الاسبوع فمن اليوم الخميس ولغاية صباح يوم السبت القمر بكون موجود في الحوت وبعدين من صباح يوم السبت 11 سبعة لغاية مساء يوم الاثنين 13 سبعة بكون القمر موجود بالحمل من مساء يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الخميس القمر بتواجد في الثور من صباح يوم الخميس ولغاية ما بعده طبعا للجمعة وما بعد الجمعة القمر بكون موجود بالجوزة طبعا احنا لانه يوم الخميس من نزل التوقعات للأسبوع فانا بعطي دائما مجال كمان ايام لقدام على اساس انه الواحد ياخد مدى اللي مثلا اللي بسمع توقعات يوم الجمعة يبقى معاه مسافي اللي بيبقى معاه يعني اللي اوافق ما بين اراء الجميع او طلبات الجميع على انه انزلها خميس ولا انزلها سبت طبعا خلال الأسبوع هاد عنا عطارد احنا بيتراجع يوم 12 الشهر اللي هو يوم الاحد عطارد بيوقف عملية التراجع ولكن نحوسته بتظلها موجودة راح تظلها مستمرة لغاية يوم 15 الشهر يعني ثلاث ايام ما بعد ايقاف التراجع تبعه فمنقدر نحين ويوم 15 الشهر بتنتهي الآثار السلبية لتراجع عطارد بتصير الاجواء ايجابية وفي نفس اللحظة من بعد هاي الفترة تصلح عمليات التجميل وتصلح امور الزواج وامور الارتباط عشان يكبر الفترة الماضي قلنا في الزهرة كان انه ما تعملوا ما تتجارؤوا لانه دائما ممكن يكون في مخاطر كبيرة لأمور التجميل وخصوصا الزهرة وعطارد كانوا يتراجعوا مع بعض عطارد لحاله اساسا بمنع هاي الامور مجرد يوم 15 الشهر خلاص بتصير الاجواء ايجابية بصير هاي الاشياء كلها بامكانك انت تعملها باي يوم اذا بدك انت يعني تاخذ الدقة في الموضوع بتتابع الامور اللي هي التوقعات اليومية لما نحكي انه القمر موجود في ابراج حليفة للك اللي هي الابراج مثلا انت برجك اللي نفترض مائي لما تكون القمر موجود في الابراج المائية او الابراج الترابية معناته بتناسب انك انت تعمل اي اشياء تجميلية او اي عمليات صغرى اذا كنت مثلا برج ناري معناته معروف انه الابراج الهوائية والابراج النارية هي اللي بتدعمك بقوة اكثر واذا كان من نفس عنصرك بكون افضل يعني اذا كان الاسد لما يتواجد القمر في القوس او يتواجد بالحمل معناته الامور ايجابية بالنسبة للك او عندك طيب عشان ما نطيل عليكو يوم 14 الشهر اللي هي هاي الزاوية اللي فيه ناس قاعدة بتروجلها وبتحكي عنها على انها هاي المدمرة وهاي المرعبة وهاي اللي راح تعمل الكوارث بالفترة الجاي اللي هي زوايا التقابل اللي راح تكون يوم 14 سبعة بين الشمس وبين المشتري ويوم 15 سبعة راح تكون بين الشمس وبين بلوتو ويوم 20 سبعة راح يكون تقابل الشمس مع زحل فهاي الايام بقولك هاي ايام الكوارث هاي ايام المصائب هاي ايام الحروب والدمار والعنف والمشعارف ايش اول اشي هاي الزوايا مش اول مرة بتتشكل خلال هاي السنة فيه زاوية اصعب منها تشكلت بين الكواكب هاي نفسها مع بعض ايام في شهر اربعة فمثلا يوم 14 اربعة الشمس عملت تربيع مع بلوتو ويوم 15 اربعة عملت الشمس تربيع مع المشتري ويوم 21 اربعة عملت الشمس تربيع مع زحل طيب لا شفنا حرب ولا شفنا دمار ولا شفنا كوارث ولا دمرت الدنيا ولا دخلت الدنيا في بعض ولا هاي كلها هاي الامور وعلما انه زاوية التربيع اخطر من زاوية التقابل فعشان هيك منقولكو انه هاي الفترة صحيح فيها نوع من انواع الضغوط ولكن الضغوط هاي بتيجي على اشي واحد بس اللي هو احنا بناخذ اهم كوكبين موجودات منتحسات بكونن بالفترة هاي اللي بعطن طاقة سلبية لا المشتري بيعطينا طاقة سلبية ولا زحل بيعطينا طاقة سلبية لانه نسبة النحوصة ضعيفة الشمس منتحس صحيح ولكن بلوتو منتحس معناته الزاوية الوحيدة اللي احنا راح نركز عليها هي زاوية الشمس مع بلوتو وبرضو لو اجينا بدنا نركز على باقي الزاوية زي ما ذكرنا او التواريخ اللي احنا ذكرناها بنذكرها على نفس التأثيرات على نفس البيوت على نفس الاحداث اللي هي اول اشي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين هسا لما نيجي نشرح كل برج بنحكي تسيطر على ايش وتفرض سيطرتك على ايش تدير بالك من ايش طبعا نذكر الشمس وين موجودة بالنسبة لبيتك ورح اذكر انا بلوتو وين موجود وايش التأثيرات اللي عليه فلو حكيتها عن الشمس المشتري او الشمس وزحل او الشمس وبلوتو هي نفس التأثيرات وبما انه هي يوم 14 ويوم 15 معناته اخر يومين من التأثيرات الكبيرة اللي هي اساسا بكون عطارة بتراجع فيها دوليا ممكن يكون فيها نوع من انواع يعني ثور اعمال عنف قرع لا اهداء يعني امور الها علاقة بالتهديدات او التصعيد للامور المواجهة او العنف او الاشياء هاي ولكن ما بتدل على حرب يعني ما بتدل على حرب انها تستمر اسبوع او شهر فهمتوا علي لانه هاي تأثيراتها يعني اقصى حد لالها خمس ايام خمس ايام من قبل الحلقة انتو شايفين الوضع ماشي مشحون الامور سياسيا في بعض الدول ولكن ما بتعطينا اللي هي رابط انه هاي لها حرب الان هم اخذوها على جانب ايش اخذوها على جانب انه اه والله هيها في ليبيا معناته بدها تدخل مصر معناته الحرب طاحنة ما حرب ضروس بدها تصير في ليبيا طيب يا عمي انت بتحكي هيك بس الفلك بحكي اشي عكس اللي انت قاعد بتحكيه اذا انت فلكي بدك تجرد حالك من الاخبار تجرد حالك من الاوضاع السياسية عشان توقعاتك تكون منطقية وصادقة تخلط الدنيا في بعض اخبار وسياسة وتحليل اشخاص وتحليلك انت وتربطها للفلك هيك انت قاعد بتكذب وصلت المعلومة يعني في الايام هاي ممكن تحتد الامور في بعض الدول ممكن تظهر بعض القلاقل في بعض الدول او التهديدات لبعض الدول ولكن بترجع بتخفت بعد خمس ايام يعني بتستمر ما قبل بخمس ايام وبعد بخمس ايام يعني مدتها عشر ايام فقط لا غير فهاي ما اعتقد انه هي حرب طويلة وحرب ضروس رح تكون في خلال عشر ايام وفي نفس اللحظة ما فيه اساسا ايشي يظهر لا امور الها علاقة بهاي الامور ممكن يصير فيه تقلبات على المستوى المالي او المستوى الاقتصادي او ظهور بعض المشاكل الاقتصادية او السياسية لا الها علاقة لا بفيروس ولا بكورونا ولا تجدد مش عارف ايش ولا هاي كل الامور وصلت خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية لكل برج على حدة ونشوف ان شاء الله انه بحاول قدر الامكان اني انا اركز على اساس ان اوصل للكم معلومة بكل بساطة للكل يستفيد منها خلينا نروح على التوقعات برج الدلو طبعا اول شي رح نحكي عن الشمس المنتحسة وعن عطارد اللي بيتراجع برضو منتحس لغاية زي ما حكينا في بداية الحلقة لغاية يوم 15 الشهر والزوايا اللي رح تكون ما بين الشمس وما بين بلوتو والمشتري وزحل اللي بيتراجعوا في الجدي فعشان هيك اول اشي منقول لك بدك دير بالك من امور الها علاقة بالعمل او تطورات على مستوى العمل او امور الها علاقة بخسارة عمل ممكن الفترة هاي برضو تخليك شوي مع الزاوية هاي انك تحاول تفرض سلطتك على زملائك في العمل او اشخاص بيعملوا معك دير بالك لان الفترة هاي ممكن تسبب لك بعض المشاكل ما تحاول تفرض سلطتك عليهم برضو ممكن تظهر بعض المسائل الصحية بشكل مفاجئ او تعاني من بعض الاشياء الصحية اللي بتكون بحاجة لمراجعة طبيب او استشار الطبيب او مراجعات طبية اما بالنسبة للزهرة الموجودة في البيت الخامس فهي بتعزز علاقاتك العاطفية وعلاقتك مع الاحبة وخصوصا مع الوالدين او مع الابناء او مع الحبيب تحديدا برضو بيصير عندك راغبة للخروج بنزهة او مغامرة عاطفية بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت 12 طبعا الجدي موجود فيه فهو بيضغطك على برضو مستوى العمل وعلى مستوى انه انت بتتكاسل في انجاز بعض الاعمال او بترمي العبئ والمسؤوليات على اشخاص غيرك فعشان هيك اذا فشلوا عشان تقول هم اللي فشلوا لا بالفترة هاي راح تنكشف انك انت اللي فشلت وانت اللي اهملك فما تحاول انك تأخذ هذا الاسلوب وما تهمل صحتك اما بالنسبة للمريخ طبعا بيأثر على البيت الثالث فهو بيدفعك للمغامرة والجراءة والحوار وبرضو بعطيك نوع من انواع العصبية اثناء الحديث واثناء النقاشات فبدك تنتبه من العصبية والاندفاع والتهور اما بالنسبة لنبتون اللي في البيت الثاني فهو بيعمل لك شكوك ومخاوف على المستوى المالي انه ما بتقدر ما رح يجيك ما رح يصير فيه فلوس رح يضلك هيك الوضع رح يصير اسوأ فهاي الامور والتقلبات والقلق المادي هاد انه طبعا هاي وساوس كلها بتيجي من نبتون حاول تستشير اهل الاختصاص وحاول تركز بشكل جيد والامور ان شاء الله بتكون لصالحا اما بالنسبة للبيت الرابع فهو اورانوس اورانوس اللي بيحدث مفاجآت على مستوى البيت المفاجآت هاي بتكون ايجابية يا سلبية خصوصا على كل شيء العلاقة بالعائلة وافراد العائلة وحتى في البيت بعيلتك وحتى بامور عقارية يا بتلاقي الامور بمفاجئة ولمصلحتك تماما يا مفاجئة سلبية وضدك تماما اما بالنسبة لتوقعاتنا الاسبوعية القمر وين بد يكون موجود من الخميس اليوم وحتى صباح يوم السبت القمر بيكون موجود بالحوت فعشان هيك الفترة هاي ممكن تحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة اهمش انك ما تغامر باموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا اهمش انك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن من صباح يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر موجود في الحمل فعشان هيك بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق بمرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح الفترة هاي مناسبة لاجتياز امتحان وممكن احد الاشخاص اللي انت بتعرفهم يتقدم منك لمساعدة او لتعاون يا هو بطلب منك يا انت بتطلب منه وما رح يفشلك بالفترة هاي من مساء يوم الاثنين وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير موجود بالثور فعشان هيك بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك واداءك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة الى من يحتاجها من صباح يوم الخميس القمر بصير موجود بالجوزاء وبظل طبعا للجمعة ولا السبت فما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات بتتحسن الاجواء نسبيا وتصبح الاجواء اكثر سهولة ممكن تظهر هاي الفترة لقاءات طارئة مع الاخوة وممكن برضو تقدم لهم المساعدة والدعم اللازمة فترة ناجحة ومطمئنة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر